انت عوزنا افكر كمان؟ لا يا سيدي التفكير اكيد مضر بالصحة اللي قدامي اخده خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل الناس الحلوة في حلقة جديدة معاكم الدكتور كريم درويش زي ما قلتلكم في الحلقة اللي فاتت المخ بيحاول يوفر طاقته على قد ما يقدر فلما يكون قدامه خيار بيحاول يبزل اقل مجهود هو بيختار وقل واجهود ممكن يكون معناه ان هو ما يختارش خالص اصلا في الحلقة دي هنشوف كسل المخ ممكن يوصل الناس لغاية فين وازاي ممكن يأثر على قرارات مصيرية في حياتنا خليني ابدأ معاكم من احصائية عجيبة والاحصائية بتوري نسب الناس اللي عندهم استعداد ان هما يتبرعوا بالاعضاء بتاعتهم بعد ما يموتوا في اربع دول اوروبية الواضح ان فيه تفاوت واسع جدا بين الدول وبعض فهل مثلا ان المسويين اطيب من الالمان او هل فيه فرق في الثقافة او الدين او العادات غالبا لا جزء كبير من الفرق بين الدول دي هي الطريقة اللي بيختار بها الناس اذا كان عندهم استعداد يتبرعوا باعضاءهم ولا لا في هولندا والمانيا مثلا لما الشخص بيروح يطلع بطاقة شخصية بيرولوا حط علامة صح في الصندوق لو تحب تتبرع باعضاءك او بمعنى اصح قلنا لو انت عاوز اما بقى في اسبانيا والنمسا فبيقول لهم حط علامة صح في الصندوق لو مش عاوز تتبرع باعضاءك او بمعنى اصح قلنا لو مش عاوز لحظوا ان في الحالتين مبيكونش مطلوب من الشخص ان هو يجاوب بنعم ولا لا ولكن بيكون مطلوب منه ان هو يحط علامة صحف في الصندوق او يسيبه فاضي بما ان القرار ده معقد ومحتاج تفكير كتير اغلب الناس بتسيب الصندوق فاضي فالناس في اسبانيا والنمسا بتسجلو تلقائي والناس في هولندا والمانيا لا فالفرق مش ثقافي ولا اجتماعي ولا اقتصادي ولكن ليه علاقة بالطريقة اللي بتسئل بها السؤال او بالاحرا الاجابة الي مش محتاجة اي تفكير او مجهود وده اللي بيسموه في علم النفس الاجتماعي بالاختيار افتراضي اول حاجة اللي هتحصل لو انت وعملتش اي حاجة خالص فكرة الخيار الافتراضي فكر خطيرة للغاية لان الخيار الافتراضي معناه ان احنا نختار ان احنا منعملش او منغيرش اي حاجة لان اي خيار تاني غالبا محتاج ان احنا نوقف اللي احنا بنعمله ونبزل مجهود ذهني ونفسي واحتمال بدني كمان الخيار الافتراضي بيأثر على حاجات كتيرة في حياتنا ولو عرفنا نستغله صح ممكن يساعدنا على الخير ولو خلينا يستغلنا ممكن نقع في مشاكل ملهاش نهاية عشان نشوف خطورة الخيار الافتراضي خلينا أقول لكم على دراسة عملت بالشراكة بين جامعة تورونتو في كندا وجامعة برينستون في أمريكا الدراسة باختصار ان هما كانوا بيقولوا لمجموعة من الدكاترة ان فيه عيان كبير في السن عنده ألم في الحوض وبعد ما استنفذته وسائل للعلاج المختلفة حولتوه لجراح عظام علشان يعملو عملية وبعدين وانتو بتراجعوا الحالة مرة تانية اكتشفتوا ان فيه دواء لسه ما جربتهوش احتمالي يعلج الألم فهل هتتصلوا بالعيان علشان تجيبوه تاني وتقولوله على الدواء ولا لأ لحظوا ان الخيار الافتراضي في الحالة دي هي ان الدكتور ما عملش اي حاجة وما يتصلش بالعيان ودا مع الاسف الخيار اللي اختاروا 53% من الدكاترة الباحثين عادوا التجربة مرة تانية وبدل ما يقولوا للدكاترة ان فيه دواء واحد ما جربهوش فيه دوائين اثنين فاتوا عليهم لحظوا ان لما عدد الأدوية زاد الدكتور بقي محتاج يفكر اكتر ويبزي المجهود اكبر فمع الاسف نسبة الدكاترة اللي قرروا ان هما معملوش حاجة وما يتصلوش بالعيان زادت من 53% ل 72% فالشاهد ان الانسان بطبيعته بيحاول يهرب من القرارات اللي محتاجة تفكير حتى لو كان التفكير ده قليل وبيفضل في اغلب الاحيان ان هو ما عملش حاجة خالص فلما تروحوا للدكتور ما تكسفوش ان انتو تسألوه عن التشخيص وعن طرق تانية ممكن تكون متاحة للعلاج لانه ممكن ببساطة يكسل ان هو يقول لكم فما تستغربوش لما تلاقوا ان اغلب الناس ما بتغيرش الرنة بتاعت التليفون بتاعها الا نادرا وغالبا الناس بتتعشى او تفتر عدد محدود من الاكلات لان اي تغيير بيحتاج تفكير والتفكير مجهد بالنسبة للانسان لو الحلقة عجباكو لغاية دلوقتي لايك وشير للحلقة هيكونوا مذهلين في الجزء ده من الحلقة خلينا نشوف بعض التطبيقات العملية للاختيار الافتراضي وازاي ممكن حد يأثر علينا وازاي ممكن نأثر على الناس وبعض التبعات الايجابية او السلبية لان احنا منعملش حاجة زي ما شفنا في المثال بتاع التبرع بالاعضاء ممكن حد يغير الاختيار الافتراضي بتاعنا بحيث ان هو يزوء المجتمع في اتجاه معين فلما مثلا بيستخدم تليفون او برنامج جديد غالبا بيطلع علينا مجموعة من الاسئلة بعضها لها علاقة اذا كنا عاوزين نتبرع بالمعلومات بتاعتنا للشركة اللي عاملة البرنامج او تليفون سواء الشركة دي جوجل او فيسبوك او مايكروسوفت وكل ده بحجة ان هم يحسنوا المتجاب بتاعتهم لو دست التالي او ناكست في كل الشاشات فالخيار الافتراضي اللي هم حطيني وبيكون انك موافق ان هم يلموا المعلومات بتاعتك ويخزنوها عندهم ويبوعوها لو حبو كمان فلما برنامج يسألنا اسئلة زي تحب نعرف مكانك واصحابك ونقرأ رسيلك الافضل ان احنا نقول لا وبنفس الطريقة لو احنا دخلنا ناكل في بوفيه اللي بيرتب الاكل في البوفيه ممكن يغير الاكل اللي احنا بناكله فلو حط السلطة مثلا في اول البوفيه غالبا الناس هتحط كمية سلطة اكبر في طبقها مقارنة بلو كانت السلطة في اخر البوفيه لان الخيار السهل بالنسبة لنا واحنا جاعنين ان احنا نملى الطبق باول حاجة نشوفها في الاكل في واحد صديق ليه قال لي ان هو كان كل يوم بياخد قهوة بعد الغداء في الكافيتيريا بتاعت الشغل والكافيتيريا كانت بتحط له حتة بسكوت مع القهوة المفاجئ ان هو لما بطل ياخد بسكوت مع القهوة بدأ يخس حوالي نصف كيلو كل شهر بدون ما يغير اي حاجة تانية في اكله في الحلقة دي كان الخيار الافتراضي ان هو ياكل البسكوت اللي بيجي ببلاش مع القهوة والخيار اللي كان احسنه فعلا ان هو يقول لا انا مش عاوز البسكوت وبرضو شركة جوجل بتتحكم في الفيديوهات اللي بتتعرض لنا لما بنفتح اليوتيوب الواقع ان اغلبنا بيفتحش اليوتيوب علشان يدور على شئ معين ولكن بنفتح ونختار من الفيديوهات اليوتيوب بيقترح علينا فالافضل ان احنا نغير من الحاجات اللي موجودة قدامنا او في طريقنا بحيث ان احنا نغير الخيارات الافتراضية بتاعتنا قبل ما نحط في المكتب مثلا شوكولاتة او شبسي عشان نكونهم لما نجوع ممكن نحط تفاح او برطقان او جزر عشان نحفز على وزننا وصحتنا وبدل ما نحط الكتاب اللي احنا عاوزين نقراه في المكتبة ممكن نحطه على الكومودين وجنب السرير بحيث ايدينا تخبط فيه الاول واحنا بنحاول نوصل للتليفون وبنفس الطريقة ممكن نحاول نخلي الاختيارات الافتراضية بتاعت الناس التانية افضل لنا فلو مثلا عاوزين نعمل اجتماع مع حد بدل ما نطلب منه ان هو يحدد موعد ممكن نقوله الاتنين الساعة 10 الصبح مناسب لي لو مش مناسب ليك قللي ساعتها كل اللي هو محتاج يعمله ان هو يقول لك اه او يبعط لك ايموجي بتاعت كده ومش محتاج يفكر ولو حد فيه اتعود على منتج معين غالبا هيتنه يشتريه مرة واثنين وعشرة كمان فتلاقي شركات زي بروكتر ان جامبل اللي بتنتج حفازات بامبرز بتتفق مع كتير من مستشفيات الولادة في الدول الغربية عشان يدوك كل ام جديدة كمية كبيرة من الحفازات مجانا بعد الولادة على طول الامل بتاع الشركة ان حفازات بامبرز تبقى هي الخيار الافتراضي بتاعت الامهات لما يروحوا يشتروا حفازات جديدة لولادهم في بعض الحاجات مش هتفرق في حياتنا كتير زي مثلا رأيت التليفون بس في حاجات تانية كون ان احنا ما نعملش حاجة خالص ممكن تسبب لنا مشاكل اكبر بكتير بعد كده تخيل ان انت عندك حنافية بتصرف في البيت لو انت اخدت الخيار الافتراضي معاملتش حاجة الحنافية مش هتصلح نفسها وغالبا التسريب هيزيد ولو ابنك او بنتك بدأوا يستخدموا الكلمات متريحش او مش مهزبة ممكن يكون الاسهل ان انت تطنش المشكلة ولكن ممكن نكتشف بعد كده ان هما تلموا على شلة مش تمام والشلة دي بدأت تأثر على سلوكياتهم وافكارهم وكل ما بيحتكوا بالشلة دي اكتر واكتر كل ما اصلاح المشكلة بيكون اصعب ولو في مشكلة في الشغل سواء مشكلة مالية او موظف بينشر الطاقة السلبية او مدير مش حاسس بنفسه وهو طايح في اللي تحتيه كل ما المشكلة بتتساب كل ما الدنيا بتعك اكتر انا عارف ان الاسهل بالنسبة لاغلب الناس ان هما يطنشوا بس الاسهل غالبا بيكون الاسوأ لان المشاكل المالية هتزيد والموظف او المدير الوحشين هيسمموا بيئة الشغل وانتاجية الشركة هتقل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فالرسول صلى الله عليه وسلم اكد على الايجابية لانها غالبا بتكون تقيل على النفس ولكن السلبية تبعتها ممكن تكون مأساوية زيد على كده ان ربنا توعد الناس اللي كان قدامهم خيار انهم يعملوا حاجة وعملوهاش فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا آخر حاجة موضوع الخيار الافتراضي مرتبط ارتباط وسيق بالعادات فحبزها تتفرجوا على الفيديو بتاع بناء العادات على قناة علي وكتاب الحلقة رائعة وبتشرح باستفادة إزاي ممكن نغير الخيارات الافتراضية تدرة في حياتنا ونحط بدلها عادات مفيدة فالخلاصة كون إن إحنا ما نختارش حاجة في حد ذاته اختيار والاختيار ده اسمه الاختيار الافتراضي الاختيار ده ممكن يكون لنا دور فيه أو ممكن يكون غيرنا هو اللي صممه علشان يزوقنا في اتجاه معين فمهم إن إحنا نقيم الاختيارات الافتراضية اللي في حياتنا يمكن نكتشف إن بعضها مضر لنا وممكن نكتشف إن فيه حد بيلعب بينا الاستسلام للاختيار الافتراضي ممكن يخلينا نسكت عن مشاكل غاية ما تتفاقب ومنعرفش نلمها بعد كده ولو ظبطنا أمورنا صح ممكن نصمم خيارات افتراضية مفيدة لنا وللنهاس اللي حوالينا في نهاية الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي بتدعم القناة وأحب أسمع عن تجاربكم الشخصية في التعليقات أسفل الفيديو ولو عجبتكم الحلقة ضروري 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 تعملوها شير على فيسبوك وتويتر واتساب وضروري تعملوا سبسكرايف في القناة وتفعلوا خاصية الجرس عشان يصلكوا كل جديد من القناة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته